ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام او تعذر ركبنا واصطأرت للركاب ان تضاء لحلمنا او تناثر في الزحام ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام ربنا لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك حمدا حتى ترضى واذ رضيت وبعد الرضا حمدا حتى تكتبنا في عبادك الذين رضي الله عنه ورضم عنه حمدا حتى نكون مع عبادك القليل الذين قلت فيهم وقليل من عباد الشكور احبتي في الله سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته اهلا بكم اينما كنتم والقاء جديد يجمعنا على محبة على صدق على اخلاص محبة في الله واخلاص جميل وطريق اشناه مع بعض كل خير ولقاء جديد طميني عليك والحقيقة الحمد لله رب العالمين اه رد فعلكم كل مرة انا مش عارف اه شكوركم ازاي بس بقول بجد جزاكم الله كل خيري ان كل مرة تدوني دفعة جديدة تخليني احاول اكتهد في المرة التانية اكتر المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن وضوع مهم ووضوع الطاقة كلمنا مرة عن سريق الطاقة وبعدين خلي بالك من طاقتك وطاقتك والنهاردة ان شاء الله هنقول خلي بالك من شبابك انا النهاردة هكون سعيد او ان شاء الله ان احنا نتواصل على الهوى في فرصة ان احنا نتواصل اتصالاتكم ان شاء الله الترفينات هتبقى وجودة وكمان لو هنتواصل من صفحة الفيسبوك ونرد عليكم علشان يمكن احيانا في الاسبوع طلوقت اه بتقع عملينا حاجة احنا نردش عليها تعالوا النهاردة في حلقتنا اللي اسمها خلي بالك من شبابك ليه سمناها خلي بالك من شبابك ليه اخترنا منطرة الشباب وهل هي المراد بيها الشباب ولا مراد بيها اي فترة شباب فترة ازدهار فترة قوة فترة امتلاك الامور كل ده هنجاوب عليه ان شاء الله هنشوف ايه المطلوب مننا خصوصا ان احنا دخلين على ايام مطلوب فيها ان احنا نعمل تجديد تجديد للنفس تجديد للروح تجديد للبدن عملية تطوير عملية تطوير وتبديل واحلال حاجات كتير قوي هنجاوب عليها بس تعالوا النهاردة نشوف ليه ركزنا على مسألة الشباب في الحديث الموجه للمسلمين توجيه يخص بامور معينة هناخد بلنا منها حبيبك سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيهديك امور تركز عليها في المرحلة التي تمتلك فيها القوة اختنم خمسا قبل خمسة خمسة بخمسة خمسة بخمسة ايه هما؟ اول حاجة شبابك اول حاجة تختنم فيها شبابك قبل هرمك امسك في منطقة الشباب اللي فيها وصلت لأعلى قمة المنحنة ازاي؟ احنا مشيين في الطفولة وراقة وبعدين الشباب اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المنطقة دي بعد كده خلي حبله على غريب وهو يتصرف بإرادة كاملة بعد المرحلة دي مرحلة الشباب هيجي المنحنة ينزل تاني هنيجي من بعد قوة ضعف يبقى اول حاجة بنتكلم فيها المنطقة الاعلى يعني احنا طرعين الكرفة كده طفولة بتلت مراحلها متوسطة ومتأخرة وبعد كده مراهقة برضه وصلنا الى اعلى قمة المنحنة وهي مرحلة اللي بتجتمع فيها اولويات الخبرة والارادة والقوة حاجات كتير اول هنا بنتوجه توجيه محمدي على لسان الذي لانتقع الهوى خلي بالك من شبابك اختنم شبابك قبل هرمك شوف موضوع شبابك ما تقساش عليه علشان اللي بيقس على شبابه بتقس عليه شيخورته او اللي بيعمل فيه او اللي بيبعطر في هذا الكنز بييجي بعد كده يحاول يستلف ملاقيش الصحة والعافية والتفكير والقوة والارادة والراحة وصحة البال والصحة النفسية ما بنقدرش نشطيهم صعب جدا خلاص وفراغك نمرة اتنين في المسألة اللي احنا مفروض نوجه نعمل عليها فوكس او نركز عليها وفراغك قبل ايه شغلك او انشغالك نمرة اتنين الوقت ده بتمتلك فيه القوة بتمتلك فيه الشباب وبتمتلك فيه الوقت بتكون مثلا تخرجت او كده فانت قادر تعمل كل حاجة عايز تعملها في الوقت ده وحياتك قبل ما ماتك الطريق ده اللي انت جيت فيه علشان تؤدي رسالة رسالة الخضوع والخشوع والعبادة لله سبحانه وتعالى ورسالة اعمار الارض انت عندك رسالتين زي ما بنقولهم دايما انت جيت هنا وما خلقت الجنة والانساء الا ليعبدون ولل اعمار خلقت للعبادة والاعمار والاتنين بيكملوا بعض فالاعمار وعبادة والعبادة من اهم اولوياتها انت تعمر في الارض وتسيب دور وتسيب ذكرى وتسيب جيل من وراج وذلك هنقول ان الفئة دي كمان مش بتكسب في الدنيا الفئة الشباب لما بتيجي تقدم لنا نموذج قوي نموذج رائع مش بتسيب لنا بس مجرد الدنيا لا بعد كده بيسيب دايرة تانية وولد صالح ويدعو له يعني مش هو بس بيكون حلقة نور مش بيكون بس هو حلقة طاقة او حلقة خير لا ده بيسيب لنا حلقة تانية ولد صالح علمه الصلاح قال له خلي بالك من دينك وخلي بالك من شبابك ويمسك قوي واعتصم بحبل الله فبيسيب الحبل ده يقوم الولد صالح ده وولد صالح يدعو ايوها بيمتد الحبل وبيخلق لنا دايرة تانية خلاص وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك الصحة هنا بتكون عادة في اجمل واكمل صورها الشباب نستمتع فيه ويا رب كلنا نستمتع بشباب جميل وراقي ورائع ومتصل بتكون شكلها مكتمل شكلها مزدهر تفتحت ظهور الشباب قوة كذا 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 الاخر وبعدين كمان هي مرحلة وغناك قبل فقرك ازاي ايه دكتور انا ممكن اكون شاب وعندي غنى ولا هو المراد وقت اننا يكون معايا فلوس الحقيقة زي ما اتفقنا من الجنة والناس عايزين يجولك في المنطقة دي تحديدا في منطقة الشباب اللي هي منطقة الاستواء منطقة الراحة منطقة اكتمال البنيان واكتمال الفقن وبداية الطاقة او كل اللي احنا بنتكلم عليه ويجي اسرقك في شبابك الحقيقة الموضوع مستهل لان الشاب لما يقبع في هذه المنطقة ويمتلك امر نفسه او زمام نفسه وبيبقى زي ما بنقول كده under control عامل تعب مع نفسه بيقدر يتحكم في كل شهواته وفي كل افكاره ويديرها بفكرة انا وانتي ملكا لله ولا احد يستطيع تغييري ولا تغييرك لاننا خلاص خدت عهد مع الله سبحانه وتعالى رجال ومن هنا يطلق عليه رجل رجال صدقوا معه انا خدت عهد خلاص هذا الشاب بيقع في منطقة في منطقة الروعة ايه في الدنيا يقع في منطقة الفضل والخير والراحة وفي الاخرة يقع في منطقة الذين استظلوا بعرش الله يوم لا ظل الا ظل الله سبحانه وتعالى في حديث سبعة يستظلهم الله يوم لا ظل الا ظل وشاب النشأ في عبادة الله طبعا هنا كلمة شاب تطلق على الاثنين ولكن بنقول اللفظ للغلبة مشان الدجالة اكتر تخيل ان انت هنا في المنطقة دي قابع يوم القيامة اليوم الصعب الكذا كذا اللي كلنا عارفين موصفاته وما به من شدة انت قاعد واطمئن في رعاية وامن وحماية المولى الذي يقول لكل شيء إن كن فيكون وشاب النشأ في عبادة الله قاعد في الظل ضامن مكانه في الظل في رعاية الرحمن وان شاء الله يعد بعد الموقف استقباله في الجنة حلوة اوي ورائع اوي لكن القضية ضي ما اخدناها من اول هل هتركك هل هيثيبك الصراع قائم لان هو لعنة الله عليه اقسم بعزة المولى سبحانه وتعالى قوال لف بعزتك اللي اغويانهم ومنطقة الغواية العظمى اللي المؤثرات فيها بتبقى قوية علشان بتبقى القوة فيها مشتدة والرجولة والفحولة مشتدة على اكمل وجه هي منطقة الشباب في يجي يبدأ اسرقك اسرقك بكل انواع السرقة اسرقك بان هو يخليك تخرج برا المنطقة مرة فتكت بقول لك خلي بالك من طاقتك وبطاقتك ده هو عايز يسرق بقى طاقتك وبطاقتك وشبابك وموطن الطاقة الاصلي موطن القدرة الاصلي الشباب لا في الله رائعة اجتمع عليه وتفرق عليه المحبة كانت في الله عرف اخوه في الله نصره في الله خده من ايده في المسجد لله خده في الطاعة خده في التقدم خده في انه هو وعلمه كورسات وا وا عشان ينميه ويبقى فرد يخدم هذا الدين وهذا المجتمع طب ما تيجي نشوف مع بعض هقول كده لغاية لما تتصلوا بيا نقطة نقطة طرق سرقة الطاقة وصرقة البطاقة في مرحلة الشباب ازاي؟ بالذات تحديد لان دي لها شغل محدد النقطة دي لها شغل تاني مختلف خالص غير الشغل كله المنطقة اللي فيها اللي فيها الشغل كله وفيها اللاعب كله والحركات كلها اول حاجة بتقابلنا في المرحلة دي هي مرحلة تهوين اسمها كده تهوين القيم والاخلاقيات والامور الدينية خدها كده واكتبها عندك تهوين القيم والاخلاقيات والامور الدينية ما بيجيش يمفيها لأ ما يجيش يمفيها مرة واحدة ما يجيش مرة واحدة يقولك ما تصليش ما يجيش مرة واحدة يقولك ما تقلعيش الحجاب ما يجيش مرة واحدة يقولك ما تتفرقش على الحاجة الغلط لا بياخدك بالطريقة واحدة واحدة بيعملك يبقى عملية تهوين القيم ويمكن احنا بنعيش في حالة من البلاء دلوقتي فيما يطلق عليه للمجتمع حالات التحرش وشايف ان الصورة دي صورة حنبدأ نفرزها ونشرحها بشكل اجتماعي علشان نشوف ايه بيودي الفين ما احنا كل ما نفرط كل ما المسألة حتقس علينا وكل ما نزيع واذاعوا بها خلي بالك في نقطتين يعني ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة طب دلهم مشكلة لكن في حتة بقى نقطة مهمة جدا في الحديث واذاعوا بها يعني في واحد جرت له مشكلة ابتلي ولكن استطر يعني اذا بنيتوا فاستطروا استطر عنده بلوة ربنا بلا بيها فاستطر لكن في واحد ابطلية واذاع دول بقى اللي انتشر فيهم الامراض والامراض والامراض التي لم تكن في سابقهم مشكلة هنا نرجع لما رجعنا ونقول التهوين ده بيحصل ازاي التهوين بيحصل ان انا اجيبك منطقة الخطر خطوة خطوة بعد ما اقول لك مفيش مشكلة طب حصلت ازاي هيجي الاول يقول لك ايه ايه رأيك ان انت ملاش اللبس ده انت قديم واحدة بقى سواء هو او مندوبه احنا خلاص عرفنا الملاديب بتاعته تيجي تخبط معاك ايه يا عم اللبس انت لابسه ده ايه الجو الفاكس ده مش كده ايه الجو الفاكس القديم اللي انت عايش فيه ده يا عم فك كده وسقط البنطن شوية ايه 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 ده لا ازداد انت لابسه خيمة انت لابسه ايه ده اللي انت عامل ايه ده انت لابسه خيمة ما احنا هو لابسين كذا وبضيهات وكذا وكذا فعش لا لا بس بس حاجة تقوم تلم شوية ازدالها ضيقه برضو كده مش مش مزبوط ايه شيخة شيل الازدال ده خالص ولبسي جيبه بلوزة لابس جيبه بلوزة واسعة انت ايه ده راح تعمل فيها ايه رات راتة دي واجه على القلب دي ايه لان وصلنا لاختراع الفيزون اللي هو صلى الله عليه وسلم ادانا بي اشارة من 1400 سنة كاسيات عاريات لابسة ومش لابسة وتبدأ بقى المسألة يثير غرائز الاخر من التالي يقول لبص شوف دي طب بص على دي طب يعمل دي طب خد يا اخي لا طب يا عم ما فيه ايه وتيجي الكلمة بقى المهمة ما كلنا تيجي اب او ام يا بنتي ما ينفعش يا بابا ما يقول له كده ما صاحبتي فلانا الانتي ما بتعمل كده ما صاحبي حالق بنك يا ابني ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الله لو يحب الاقزع احلقوه كله او تركوه كله يا بابا 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 موضة بقدك لا مش موضة ده انت بتسيب ايدك من سيدنا النبي ده انت بتسيب ايدك من الحبل ده انت بتفك ايدك من الحبل موضة ايه انت بتفك ايدك من الحبل بس هو بيسيبها لك واحدة واحدة يفضل يزحلق ايدك في الحبل واحدة واحدة لغاية لما تلاقي نفسك فلت من حبل خالص لغاية لما تلاقي نفسك ماشى في الشارع يعتدى عليك لغاية لما تلاقي بلدنا بقى فيه حاجة اسمه التحرش كتير قوي علينا ده فالتهويت في منطقة الشباب علشان بتكون اكتملت رجولتك واكتملت قنستك بيجي يغير لك زي ما وعد ولا امرنهم زي ما قلنا المرة فات ايوة هيعملوا ايه هيغيروا خلقة ربنا سبحانه وتعالى هيغيروا الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليه وبعد كمان ما تغير في ملابسها يبدأ اللعب فجها لا 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 شيلي خالص وعملي ايه انا مش عايز اقول للقفوص بس تغيير وبعدين مرحلة تانية لا كما تكون معافلوش شوية طب ما تنفخ كذا وتعمل كذا وتضيق كذا وتوسع كذا وتوصل كذا وتقص كذا تهوين وتزيين من اجل تعديل وتغيير وتطوير يؤدي الى ما نحن فيه ونرى ومن ثم بعد كده ربنا يحفظ علينا وعليكم الى النار تهوين قيم تهوين المشية تهوين رباط شعر كرمتك حجابك تهوين رجلتك تهوين مشيتك تهوين النور اللي في وشك اللي انت تقابل بيه ربنا شهر تعالى يبقى السرقة اول حاجة فيها هي تهوين القيم تهوين الدين وبعدين بقى طب تعالى نصال يا عم هتصال لي باب مفتوح خلي بس وعد شوية وعد شوية انت مستعجل على ايه ورق ايه يا اخي تعالى طب نستغفر ده انا نهاردة عملت كزا او بصيت او شفت او نظر ويه على كزا باب مفتوح انت يعني وكنت اسمع واحد يقول لي حاجة عجيبة جدا يقول لي لا اقول له يعني تعكس يقول لي لا انا ناوي اعمل عمرة قبل ما موت او حج وانا كنت اتحك التواخد معد انت التواخد معد عارف يعني عارف ان السنة الفلانية دي هتروح انت خلاص يلا هنشطب تروح انت طالع عمرة كل دي ثور من التهوين متدولة قل ايه هطلع عمرة قل ايه هطلع حج قل ايه عشان لسه بادري وما ادراك لسه بادري دي بقى مارة ايه خدت عهد من ربناه سبحانه وتعالى بعلم ساعتك حد عارف حد واعي هيعيش قد ايه ويفضل قد ايه وممكن قد ايه يروح في قد ايه لا يبقى اول حاجة بياخدها منك الحرام ده من الجنة والناس انه هو يهون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وتنصرف فينصرف الله عنك سبحانه وتعالى سرقة ما اقبحها سرقة نجي للنقطة التانية وهي التزيين برضو من ضمن خطته انه هو حطتها للشباب تحديدا التزيين ازين كل شيء في عينيهم وازين لها امور نفسها ان هي كده هتبقى اجمل لما تبصن نفسها في البداية وهي عاملة الاسبانيش وما تبصن نفسه وهو عامل البنك والقصات اللي بقى انتشوفها غريبة والمشكلة خلي بالك ان كل يعني ممكن انتشوفتوا الناس اللي هم بتحريط التحرش كلهم رسمة واحدة البنطلون الصائط الشعر المعمول عرف الديك والبطة والارنب والشغلاء المهم المهم يغير كالة ربنا الشكل السفر عظيم اللي عليه غضب وفي نفس الوقت هو شايف نفسه صورته ان هو كده حل الكارثة بقى كلا بالران على قلوبهم حط نقط 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 صود لغاية لما لما المراية قفلت ما بقاش شايف غير ان هو شكله بقى احلى وهو عامل بنك وهو عامل شعر كذا وهو عامل الضفيرة وهي عاملة الاسبانيش وهي عاملة ايوة التزيين المهمة الاساسية والرئيسية يمكن تيجي كمان قبل التهوين التزيين لعبة اساسية من العاب الجنة والناس واهوان ابليس لعنة الله عليهم مهمة اساسية ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الخطة زينة للناس حبه الشهوات حط لك المدخل اللي هيجي لك منه اي حاجة فيها شهوة من النساء رقم واحد والبنين والقناطير المقنطرة بالذهب والفضة والقيل والنعام والمسوامة والعرض ذلك متاعه لحياة الدنيا طب ايه الحكاية والله عندي حصل المقاب انت قصتك مش هنا انت مش جيت عشان عشان حاجات دي تاخدك مننا لا ما ينفعش ما ينفعش لكن هو ربنا سبحانه وتعالى بيديك الاجابة ان المدخل بتاعه هيجي هنا هيجي في التزيين هيجي فيقول لك ان انت كده احسن وان انت كده افضل ولو مشيتي بالشكل ده فك الماشية وعملي كذا حتبقى اجمل وانت ماشي كده بلاش الماشية بتاعتك لا اخليك كده لغاية لما بقناش نعرف مين ده من مين دي مش كلا فتيجي التزيين مرحلة مهمة من المراحل اللي بيتخلي الشاب في المرحلة دي يفقد رؤيته لانه فقط بصرته لانه فقط علاقته بالله سبحانه وتعالى لانه تخلى او ترك او واحدة واحدة او ساب بالطريقة الحبل فالتزيين مهمة اساسية ورائسية لاتباع ابليس اللي عنا طلع عليه في اخراج شبابنا تحديدا من الحالة الايمانية الى الحالة الشيطانية وان شاء الله مش هيحصل بس احنا بنشرح في الطرق اللي بيتخلي الشيطان او الطرق اللي هو الخطة بتاعته ماشي ازاي يبقى تهوين القيم والاخلاق والتزيين وفي حاجة تانية بيعملها اسمها التلبيس دي بتخش فيها بقى انا عايز اوصف لكم الحكاية دي بس بس عايزكم تركزوا معا شوية لان دي فيها خلط ما بين ما يقدمه الشيطان وبين الحالة النفسية يعني ممكن تبدأ تدخل في مرض نفسي شوية لان لان هي في الحالات التهوين شوية بتكون لسه الدنيا مسكة لكن في التلبيس ده لما ده بيخش في ده بتبدأ يفتح مجال كبير قوي للحالة النفسية ووقوع الفرد في الخطأ وكمان في الحالة النفسية بعد ما الصورة بتبقى غمقى ضبابية مشواعي المفهوم او الكونسبت بيبدأ يقل وخلي بالك المفهوم ده بيزيد ويقل مع الطاعة والذاكرة دي بتزيد وتقل مع الطاعة والرؤية ذات البصيرة والمفاهيم والادراكات والحاجات اللي بنتكلم عليها في الصحة نفسية بتزيد وتقل مع الطاعة يا دكتور ايه علاقة ده بدأ صدقني صدقني شكوته الى وكيع سوء حفظ الامام شكوته الى وكيع الامام الشفاء سوء حفظ فأمرني بايه بترك المعاصي وبعدين وقال له ايه وان العلم نور المفاهيم والكونسبت والحاجات اللي احنا عاديد نرس فيها دي كده كترة فإن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي طالما سبت كده يمكن احنا زمان كنا بنتكلم عن المذاكرة من تحب الشريك بتخيل بقى لو ان الشريك ده جي ووكمان وجي صور وجي افلام وجي رأس وجي كذا وجي حلقة اهتميت بامور تانية خالص خرقت تماما عن السكة الاصلية يبقى يبقى فيه ربط تماما لازم تفهمه وتقرر في عقلك وفي نفسك ان فيه ارتباط تام ما بين ان تهدى وبين ان تؤتى العقلانية والمفاهيم والكونسبت والادراك والوعي وكل الكلام اللي نحط الصحة نفسه دي وبين ان تكون معتصما بالله سبحانه وتعالى الموضوع فيه ربط ما فيهوش فصال ما تقوليش ده بعيد عن ده لا فيه ربط التلفيس بقى يجي يعمل لك ايه يجيب لك الحاجة الحرام ويحاول مرحلة تانية بقى ويحاول يقول لك او يصورها لك او يلبسها لك طوب الحلال النقطة دي هي احبابي الشباب بداية الوقوع في مصيضة المرض النفسي ازاي لما بيجي يخش عليك دخلت بس بعد شوية بعد ما تقعد تسمع كلامه شوية يروح القلب النور بتاعه مش موجود والعين البصيرة بتاعتها مفتقدة يبقى سكة ان انت يتضحك عليك وانت شايل ايدك من على طاقتك وبطاقتك بقى ونقط نقط نقط كلا بالرانة على قلوبهم يعني نقطة نقطة لما ايه النور اللي بتشوف به المفاهيم المدركات بدأت تروح فيقوم دخلك بصورة تانية يقول لك الحلال ده حرام والحرام ده حلال يلبس ده في ده طب يا دكتور ماشي اعلقته بان انا هاجي في منطقة المرض جثتي لما بتيجي الحلال يلبسه لك انه حرام والحرام يلبسه لك انه حلال بتبقى لسه فيه منطقة جواك صحية اللي هي ايه فطرة الله التي فطر الناس عليها يقوم يحصل عندك صراع بعد ما بتخرج من المنطقة دي بيلبس لك الحكاية تروح تمشي وراء تيجي بالليل تقعد ربنا يهديك وتقعد لوحدك كده او تسمع اية تحرك فيه فطرة الله سبحانه وتعالى التي يفطر الناس عليها تقوم تبدأ في مسألة تقنيب الضمير خلي بالك النقطة دي مهمة قوي ويعمل عليها كروز يعمل عليها كده فوكس او كروز ركز يجي الصراع انا ليه عملت كده انا ده لما تشوف النقطة الصودة بقى بالليل انت عدت لوحدك كده ربنا عداك وعايز تحسد نفسك انا ده انا الصورة دي انا عملت ده ده بويا كذا والدتي كذا ده احنا بناكل حلال يجي الصراع ويجي هو يقولك لا 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 استنى انت انت بكبر الموضوع ليه يجيب بقى من حكاية التهوين تاني بتاع فوق انت بكبر الموضوع قوي كده ليه وانت عايز تدفع نفسك بس قدرتك وطاقتك الله يفتح عليك طاقتك قلت السيد محمد السلام عليكم السلام عليكم او كده تفضل او كدت عايزة للشيخ يعني نعم اتفضل اسم محمد سمعت طيب تصيب هنا تاني مرة تاني ان شاء الله خلاص فييجي مسألة التلبيس ييجي الاسراع اسراع الحاصل هنا بين النفس ومن خير يبدأ مين اللي هيغلب تبدأ اول مرحلة اللي بتسميها مرحلة لانيكزايتي اول الا انا ليه عملت كده انا مش ده وهو يسكت الحتة دي يفضل يسكتها يا اخ انت مزودها ليه ويقوم بقى يعمل ايه لو لقاك قاعد كده يروح وهتقوم بقى تتوضى وتسافر يبعت لك حد بسرعة بسرعة من الوكال اجري بسرعة الحقه لحسن دقيم صلي الحقه بسرعة لحسن دقيم توضى الحقه بسرعة لحسن دموع اتحركت لما تيجي تقعد لوحدك وتحس بذنبك وتيجي تقعد بقى انا ليه كده وهتخش في سكة السبعة ورجل ان ذكر الله وخاليا فصادت عيناه وبالدمع هتبدأ بقى تزعل على اللي عملته اجري بسرعة الحقه لحسن حيخش لحسن جاي قاله انت فين اشكت الله على السلام الداي وتعبان يا عمد تعال 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 انزل وانا هخليك تفك تعال انزل هنقعد قاعدة حلوة تعال انزل ده احنا معايا مش عارف ايه وهنعمل اخرط الحدوطة بتاعة الدماغ المفقودة السراع بيبدأ من هنا دي منطقة السراع ما بين ما بقى في في قلبك من خير لو رسلنا النقط كده نقط نقط بس ليست فاضل حتة بنورة نحافظ عليها ولذلك استدل العلماء مش هقولك دايما سيب بينك حتى لو وقعت سيب بينك وبالربنا باب مفتوح ما تقفلش على نفسك كل الابواب سيب باب مفتوح يدخلك منه الامل يبعتلك منه الخير فالتزين بيتدرك فيه لغاية لما تقع في حالة القلق ومن ثم للطراب وبعدين ينقلك او يسلمك هو بايده واللي اكتئب الله تعالى كده تعالى كده انتوخدني لفين انتوخدني لفين وانا في اهم مراحل حياتي دايما في عز الشباب وفي عز العنفوان وفي عز الشدة وفي عز القوة وعز الفضل من الله سبحانه وتعالى انتوخدني لفين يا اما ياخدك ينزلك بقى اعادك والقعدة الفانية وكذا وكذا يا اما يحولك الى مريض نفسي ودي العلاقة هنا الواضحة ما بين الصحة النفسية وبين خلي بالك من شبابك ياخدك بايدك يجرك يا هنا لو معرفش يجرك يقعدك ويزودلك حد الاجتئاب ويبدأ بقى يقولك يا جبيل انت اللي بعد اللي عملته ده فيه مغفرة الله وينسيك قوله سبحانه وتعالى ان الله هيكفر الظنوبة جميعا وينسيك الا منتابة وامن وعمل عملا صالحا ويدخلك في محالة تانية انت خلاص مش نافع يطلعك سنة في حالة الاكتئاب شوية يقولك انت بتهتم بنفسك ليه خليك بقى ما انت كده مش نافع بحاجة خالص وياخدك لمرحلة تالتة ربنا يعفينا ويعفيكو الى مرحلة الميول الانتحارية انت مش نافع انت خلاص ما انت عملت ما انت وقعت في المعصية هنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك خلي بالك من شبابك وبيقولك اول ميلك كده ويغمق الدنيا اجري وهنقول تجري ازاي ان شاء الله بس خلي بالك انه هو بعد التزيين والتلبيس في منطقة معينة بين الاتنين المنطقة دي اللي هو بيشد وانت بتشد اللي هي التسويف يعني ايه التسويف يعني كل ما تيجي تقوم تهم علشان تاخد خط او خطوة او سكة لقدام يا عم استنى فيك ايه انت مستعجل الايه ما احنا السلامة مدودة يا عم برمضان يا عم يبقى صم من المتاب يعملك عملية تسويف ويديك طورة امل علشان في النهاية يصرفك عن التوبة يصرفك عنك تيجي تمسك لان هو انت هبواصل الشغلانة كلها انت هبواصل الشغلانة كلها عارف انت واحد قعد يكتهد فيك ويشتغل ويعمل ويطعب وتعب الزبانية بتوع وتعب من الجنة وبعدين انتيتيت في الآخر هبواصل شغلانة كلها الا ما انتابع وامن وعمل شغلانة لاو ايه كان يبدي الله ساءدهم لا يبدي الله ساكانتهم حسنة بأفادت والشغلانة فيبدأ يعمل ايه بقى يدخلك من بباب التسويف استنى شوية اوه اضع اوه اتفرج على اللقطة دي طب اسمع دي طب بص الكليب ده لسه جاي جديد طحفة طب بص دي بقى طب بص دي لغاية لما ياخدك اطول وقت ممكن علشان المرحلة او الخطوة الفاصلة ما بين التزيين وبين دخولك على ان انت عايز تاخد سكت عايز تاخد قرار عايز تاخد قرار عايز تقوم عايز تقوم تتوضى عايز تقوم تجتهد عايز تقوم تخرج من الحلقة دي تخرج من الديقة دي تخرج من القصة الكلبشة اللي اللي عملوا فيها دي من اعوانه في حتة التسويف دي من اهم اعوانه اصدقاء السوق اللي احنا ولادنا بقولوا عليهم الانتين والحكاية هنا بقى نقف شوية بص انت مين اللي معاك في ناس تقول لك كل من هم اصدقائك كل من هم اصدقائك اقول لك من انت وسيد النبي يقول لك المرء على دين على ديني خليله فلينظر احدكم من يخيأنا مين لا يمشي معايا شكله ايه شكله ايه لانه خلي بالك ان هو متأجر عليك لو وحش متأجر عليك ما فيهاش كلام ما فيهاش فصال هو متأجر عليك ايه اجر رح شوف صاحبك ادي له الحاجة اللي تدهاله انزل خده ووقعد على كافية انزل خده وخليهش رفكزة عشان مايرجعش ماتبوزناش شغلانة لان احنا عملنا كتاك فيها لكن التاني بقى تعال صاحب الصالحة مالك والله انا قوم قوم باب التوبة مفتوح قوم ربنا مستنيه قوم ده بينده عليك قوم ده بينده عليك قوم قوم انه ينادي حيقولك بقى اللي هو الانتيم الحلو الصاحب الجميل قوم ده بينده عليك هل من مسيء يتوبوا الي فأتوبوا عليك فأتوبوا عليك هل من مستغفر وين استغفرت هيفكرك هيقومك هياخد بييدك يلا 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 قوم ام متوضى وتعالا روح الجامعة لصلينا ركعتين قوم ويلا خلينا نقرأ جزء يلا يا عم قوم خلينا نقرأ صورة يتين الفرق فالتسويف هنا اما اخذ عن طريق الصحبة الجيدة اخذ لطريق الله والجنة واما التسويف للتأخير والتعطيل وتبديل الحل لحل انت مستعكل على ايه ما احنا لسه بادري انت هتقوم تعمل جدا الوقت تعال بس اقولك حاجة تعال نقوم نتفرج على المطش وبعد المطش حلاء ربنا تعال نقوم نلعب دورين بالياردو تعال نقوم نلعب دورين بالستيشن تعال نقوم نعمل كذا والمغرات مفتوحة فيه فرق بين دهنة وبين دهنة اذا فمرحلة التسويف هي اهم المراحل اللي بيخلي او بتخلي الشاب يقف وقت طويل بيجي يكملها ايه كمان بيكملها تصعيب بالامر مالي النفس باليأس مالي النفس باليأس هيقوله التوبة استقامة وانت مش هتمشي على استقامة والتاني هيقوله تعالى هفكرك بحاجة بسرعة شوف ماذا كان عمر قبل الاسلام وعلى رأي الراجل بقول انا شك ان هو يسلم حمار بن القطاب ولا يسلم عمر واين يقبع عمر الان في جوار رسول الله اوعد خلي الشطاني اتحج عليك اوعد خليهم يسرقوا منك شبابك اوعد خليهم يسرقوا منك الخير احجز مكانك في المظلة افتكر كده امسك على دينك ابكي على خطئتك استعد لرحيلك في اي وقت خليك مع صاحب الخلق حبيبك محمد تمثل بخلقه عشان تبقى جنبه اقربكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم اخلاقا خلي بالك من شبابك خلي بالك من دينك خلي عينك على مكانك جنب حبيبك صلى الله عليه وسلم يا رب دايما اشفكم وانتم متمسكين بهذا الدين مستمتعين بهذا الشباب والى ان القاكم في معيات الله وفي محبة رسول الله لكم مني كل التحيات والفضل والخير اترككم في رعاية الله وامنه وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة